هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصرية عدد من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ أكدوا خلالها ضرورة مواجهة تحديات التي تواجه قطاع الصناعة باعتباره واحدة من أهم القطاعات الحيوية للدولة المصرية تقدمنا كمجل الشيوخ بطلب منقشة عامة نضم معنا في عدد كبير جدا من النواب يزيد عن 20 نائب طلب المنقشة كان لاستضاح سياسة الحكومة في مشاكل الصناعة وهل في مشاكل حقيقية ولا ما فيش مشاكل حقيقية وزي المتحديات دي تبقى قدام عينينا على الأعتبار أن احنا نعديها ونقدر نوصل بيها إلى نتائج فعلية لصالح الصناعة ونصالح المستثمر ونصالح العامل اللي شغال عند المستثمر مجلس الشيوخ بيتلمس موضوع إذا كان لدينا الإرادة بجد وإذا كان لدينا الرغبة بجد والرغبة الحقيقية لأن احنا نخطو خطوة جيدة نحو دولة بتصنع يبقى المعروض النهاردة حاجة جيدة جدا